ما فيش فاصل كبير ما بين الثقافة وما بين السياسة ما فيش فاصل ليه؟ لأنه المفروض أن الثقافة لحساب المواطن العادي هو اللي بيستفيد بيها والسياسة المفروض برضو أنها هتبقى لحساب المواطن العادي وأستفيد بيها الخبر الإيجابي اللي قلت لحركهم قبل الفاصل مباشرة وده مرتبط بالثقافة ومرتبط مش بس بالمؤسسة كما كتبت اسكندرية ولكن مرتبط بمصر كلها وهو حصول المكتبة على جائزة الشيخ زايد ضمن أعتقد 16 في دورتها 16 بس فيه رقم تاني مهم أنه ده في العيد العشرين لتأسيس مكتب اسكندرية ليه مكتب اسكندرية خدت جائزة الشيخ زايد وهي جائزة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ليه ده مهم على المستوى الثقافي وليه ده مهم على المستوى السياسي غير شوية أسئلة سياسية بطبيعة المرحلة هسألها للدكتور مصطفى الفئي بعد ما بركله وقوله الحمد لله على السلامة من الأجازة الله يبارك فيك مبروك أولا على الجائزة مرسي يا ربني أخليك ليه مكتب اسكندرية تأخذ الجائزة دي؟ لأنها يعني مؤسسة فريدة من نوعها مكتب اسكندرية هي أقدم المكتبات بغض ننظر عن انقطاع لأيدي قرون لكن في هذا المكان بنية المكتبة الأولى عملها بطل ميوس الأول وبطل ميوس الثاني وظلت في ذلك الوقت منارة لا نظيرة لها لغاية دلوقتي تجد أن فيه تجويف كده في المبنى رمزية إلى ما كانت عليه من قبل وحيث تضع فيها أوراق البردي وعندنا برديات من المكتبة القديمة عندنا صورة بردية قديمة حتى هدلاها للأمير تشارلس وكان مزهول مفهوم فأنا عايز أقولك أن المكتبة دي مكتبة فيها العراقة فيها الإبداع فيها حفظ التراث فيها النشر وحركة الكتب المختلفة فيها كل شيء هل بيبقى فيه حيثيات معينة للجائزة دي؟ طبعا المخرجات بتاعت المكتبة ماذا أصدرت في السنوات الأخيرة؟ ماذا فعلت في فترة الجائح؟ احنا أخذنا بقبل كده برضو جائزة أفضل مؤسسة ثقافية في العالم العربي في ظروف الجائح لم نتوقف طبقنا خواعد للتباعد الاجتماعي وكنا نسعى دائما إلى التعامل حتى عن بعد إنما نحقق نفس التارجت والأهداف اللي كنا بنعملها في الأوقات العادية المكتبة عملها مضني أنا ساعات بيجيلي على مكتبي إن فيه عشرين أو خمسة عشرين فانكشن في وقت واحد هنا فيه كونسرت موسيقي هنا فيه مصرحية نشاطات يعني آه هنا فيه سرد قصصي هنا فيه محاضرة هنا فيه الزيارة المتحف هنا فيه حاجة في المخطوطات طيب ده مهم للمكتبة جائزة زيدي مهمة للمكتبة صحيح ليه جائزة زيدي تبقى مهمة على مستوى الثقافي العام بالنسبة لمصر بيتم بين إن مصر لا زالت هي الريادة وهي المنارة وده ما تزعلش حد يعني مصر هي المصدر الثقافة في المنطقة تاريخيا صحيح إن الثقافة هي شراكة في النهاية فكرية واجتماعية بين الجميع وصحيح إن في كل بلعة عربي فيه مفكرين ومثقفين ربما يضارعون منهم في مصر ويزيدهم كمان إنما في النهاية يظل المنبع الأصلي والمصاري التاريخي لحركة الثقافة مجلة الرسالة بتاعت أحمد حسن الزياد لما كانوا بيستقبلوها في بغداد ودمشق والعواصم العربية المختلفة ليقرأوا ويميها قالك مصر تؤلف وبيروت تنشر وبغداد تقرأ عبارات رمزية لكن لا دلالة إن مصر دائما كانت معطاقة في الجانب السخافي وإنت صفت القوى النعمة بتاعتك ما هي أساسا سخافية بالدرجة الأولى ترجمة نانسي قنقر